جدد قداسة البابا فرانسيس ندائه من أجل السلام في العالم قائلا دعونا نصلي من أجل السلام فالحرب تنمو وتتصاعد دعونا نفكر بالبلدان التي تعاني كثيرا من الحروب أوكرانيا وفلسطين وغزة ولبنان وبلدان أخرى عديدة لا زالت تكابد الحرب مجددا قداسته التأكيد أن الحرب هزيمة دائما وأوضح أن في الحرب لا أحد يربح بل الجميع يخسر ومن هنا دعونا لنصلي من أجل السلام وأشار الحبر الأعظم بأنه شاهد 150 شخصا بريئا تعرضوا لإطلاق النار بالرشاشات وختم متسائلا مع علاقة الأطفال والأسر بالحرب وهم أول الضحايا فدعونا نصلي من أجل السلام